تقول التقارير إن المشتبه به هو رجل أوكراني وكانت بولندا آخر مكان معروف لإقامته ولم يتم القبض عليه حتى الآن وقد وضع المحققون الألمان مواطنين أوكرانيين آخرين في قائمة المشتبه بهم ويرجح أنهما الغواصان الذين زرع عبوات ناسفة على خطوط أنابيب الغاز للتذكير في نهاية سبتمبر عام 2022 أدى تفجير أنابيب الغاز نوردستريم إلى تسرب في ثلاثة من خطوط الأنابيب الأربعة وبعد الانفجار بدأت الدنمارك والسويد وألمانيا تحقيقات منفصلة لكنها رفضت السماح لروسيا بالمشاركة وأوقفت السويد والدنمارك تحقيقاتهما في بداية هذا العام لكن القضية ما زالت مستمرة في ألمانيا